كنا أثرنا أمس في الساعة ستون مخاطر الاتفاقيات التي تقيد فيها الصين بعض الدول الأفريقية وإيران أيضاً إضافة إلى تعظم نفوذ موسكو أيضاً على طهران عقب ردود الفعل على زيارة إبراهيم رئيسي لموسكو انتقد عدد من النشطاء في إيران سرية الاتفاقيات مع روسيا والصين قائلين إننا أصبحنا مستعمرة صينية روسية وطالب ناشطون سياسيون بنشر بنود الاتفاقيات حتى يطلع الإيرانيين على فحواها وطالبهم تقاطعت أيضاً مع اتهامات لروسيا والصين بتدمير اقتصاد إيران لكن الانتقادات لم تقتصر على السياسيين والصحفيين إحسين موسوي تبريزي الأمين العام لجامعة علماء ومدرسي حوزة قم ارتاب في سرية بنود الاتفاقيات وقال إن إيران اضطرت لإبرامي أقود طويلة الأمد مع روسيا والصين بسبب العزلة الدولية